هنتعرف على حكاية الفنانة ميمي شكيب مع الملكة نازلي وإيه سبب عدوتها ليها وإزي انتقمت منها الملكة نازلي وعلشان إيه وكيف تزوجت من سيراج مونير وإيه سبب اتهمها في قضية الرقيق الأبيض الفنانة ميمي شكيب كانت رائعة الجمال كانت فاتنة جدا يعجب بيها من يراها فجمالها كان هو جواز المرور لدخولها لعالم الفن والمعجبين وبما أنها فنانة فأصبح لها علاقات ومعجبين وكان لها علاقات بشخصيات كبيرة سواء في عالم الفن أو السياسة أو الشخصيات العامة فأبرز علاقتها هو علاقتها بأحمد حسنين رئيس الدوان الملكي بأصر عبدين اللي كان في علاقة بينه وبين الملكة نازلي اللي كانت وقع في غرامه وكان هو معجب بميمي جدا لدرجة أنه كان بيتردد على مصرح الرحاني كثيرا لأنها كانت في فرقة الرحاني وبتقدم عروض مصرحية مع الفرقة فكان بيروح علشان يشاهدها المهم أن الكلام ده وصل للملكة نازلي اللي كانت بتغير على حسنين جدا فحبت تنتقم بقى من ميمي فطلبت من نجيب الرحاني أنه يطردها من الفرقة وفعلا نفذ الأمر ومن بعدها انقطعت علاقتها بحسنين باشا اللي كان معايشها عيشت ملوك كان بيديها فلوس كتير وهدايا ثمينة وصهرات فبعد ما ابتعدت عنه أصبحت مفتقدة للحياة دي حياة الطرف والبزخ فاضطرت أنها تعمل علاقات مع رجال أعمال خاصة رجل الأعمال عبود باشا صاحب عمرت الإيموبيليا الشهيرة والراجل ده بقى فضل مغرقها في العز والخير والهدايا السمينة وقتهم بقى مع بعض خلص وراحت لغيره وكاثرت علاقتها وأصبحت قصص غرمها حديث الصحف والمجلات وبعد كده تزوجت من جمال عزد وده ثاني أزواجها اللي طلقها بسبب غيرته الشديدة عليها وبعد فترة رجعت للفن تاني وشاركت في فيلم ابن الشعب اللي كان بيشارك فيه الفنان سراج مونير نشأت بينهم أثناء الفيلم ده قصة حب وطلب إنه يتجوزها وفقت ولكن أهلها رفضوا على أمل إنها ترجع لأبو ابنها مرة تانية وفضلوا متعلقين ببعضهما الاتنين لحد ما توصت الرحاني عند أهلها وفعلا وفقوا على الزواج علشان خاطر الرحاني واستمر جوازهم 15 سنة لحد ما توفى سراك مونير بسكتة قلبية رفضت ميمي إنها تتجوز بعده لإنها ملقتش راجل زيه وبسبب الوحدة وافتقادها لحياة البزخ والطرف فرمت ميمي نفسها مرة تانية في جو الحفلات الصاخبة اللي أصبحت بتعزم فيها كبر الشخصيات ورجال الأعمال مصريين وعرب وفنانات شبات وفضلت بقى مستمرة على الحال ده كتير لدرجة لفدت ليها النظر لحد سنة 1974 تم القبض عليها في أحد الصهرات هي ولي معاها في الشقة من رجال الأعمال وفنانات في أشهر قضية أداب في الوسط الفني وهي قضية الرقيقة الأبيض وسميت الرقيقة الأبيض بهذا الاسم لأن الفنانات المتهمين فيها كانوا حسنوات وبشرتهم بيضة واستمرت تحقيق فيها حوالي 170 يوم قضت معظمها في السجن وبرغم أنها حصلت على البراءة إلا أنها اكتأبت جدا ودخلت مصحة نفسية قعدت فيها الفترة كبيرة وبتعدت عن الأضواء لحد ما سامير صبري عرض عليها دور في فيلم السلخانة ورفضته ولكن فضل يلحى عليها لحد ما وفقت وفعلا عملته وبعد كده وجدت ملقاة من شرفة منزلها قدام عمرتها وقق ومحدش يعرف مين اللي رماها وتقفلت القضية وقيدت ضد مجهول اللي تصدل السطار عن قصة الفنانة ميمي شكيب رحمها الله